كان رئيس الجمهورية المؤقتة المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي والدكتور محمد البراد عينة برئيس الجمهورية للعلاقات الدولية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهين والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف وعدد من كبار رجال الدولة قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بمزجة قيادة القوات الجوية المترجم للقناة